كيف حال شباب؟ إن شاء الله جميعا تكونوا بخير الحمد لله يا عبتك العافي دكتور حضرتوا محاضرة الخميس يا شباب هذا الطريق حضرناها صباح الخير أي حدا عنده استفسار عن محاضرة الخميس بالله اللي عنده استفسار يحكيلي طيب إذا ما حدا عنده استفسار خليني معناته نعمل شير للسقين نكمل حاضرتنا طيب يا شباب المحاضرة الماضية ون وقفنا وقفنا عند مفهوم 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 وقلنا إنو الكودينجين هو فعليا السابينج اللي أنا بحصل عليه السابينج في الـPOWER اللي أنا بحصل عليه لما أنتقل من Uncoded System لCoded System وبالتالي معادلة الكودينجين بالدبي هي الـSignal To Noise Ratio في الـUncoded System منس الـSignal To Noise Ratio في الـCoded System ماشي هلا بايب إذان هذا بالنسبة لـCoding Game هلا نيجي لحل الإجزامبل يا شباب الإجزامبل بيقول لي إنو عندي بكثوري أعطيك العافية أهليم أعطيك أنا بأعتذر منه مش راح قدرك من المخاضرة أنا دي لاب والله اليوم من أنت بالله عفوه مش لا إذا ممكن تسجل المحاضرة؟ أه، أريد أن أسجلها، أه، أنا بسجلها المحاضرة، حسا قاعدة تسجل تمام، وإذا ممكن شوية أنت فاصل الكوزي الجاي؟ يعني عدد الأسئلة وقت امتهان زي هي؟ إنت إيش مادة؟ أي مادة؟ الدف؟ ليس حدثتين كوزي وثلاثة الجاي؟ أه، لكن هذه المحاضرة ليس دف، هذه المحاضرة موضية خاصة أه، تمام، تمام، نحضر مزبوط تمام، نعم، إذا يا شباب، خلينا نكمل، إذا هذا المحاضرة يدي يقارن لي بين الـ Probability of Europe اللي بحصلها بحالة الـ Coded System و الـ Uncoded System فخلينا نشوف الـ Example يقول لي compare the message error probability for a communication بكتورة؟ أه؟ الـ Example مش مبين، أرجعي أمال شير بالله مش معه شير؟ نعم، 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 هاي تبين؟ آه، تمام، أه؟ دانكي عندي الـ Example بيقول لي، compare the message error probability for a communications link with and without the use of error correction coding ما شو؟ دان عندي أنا سيستم، بالأول كديش أستخدمه coding بطلع الـ Probability of Error في، واه، سيستم تاني، أو بسيستم تاني، هو أنه بعد ما أضفت الـ Coding أشوف شو الـ Probability of Error طيب assume that the Uncoded Transmission Characteristics are Uncoded Transmission Characteristics and you know الـ Coding هو Binary PSK modulation Gaussian noise و signal power per noise tower هي عبار عن 340776 الـ Data Rate هي عبار عن 4800 bits per second بينما for the coded case we assume that we have used a 1511 error correcting code that is capable of correcting any single error pattern with a block of 15 bits consider that the demodulator makes hard decisions طيب، طيب، خلينا نروح على الـ Whiteboard عشان نحل هذا الـ Example فقيل لي أنه أحسب الـ Probability of Message Error في حالتين، يحسب الـ Probability of Message Error في حالتين، الحالة الأولى اللي هي un-coded system الحالة الثانية اللي هي un-coded system من المعلومات اللي يذكر لي إياها إنو السيجنال باور على نويس باور شو بتساوي عبارة عن 43000 43776 ماشي وقالي انه الـ data rates اللي انا ببعث عليه الـ data الـ data rates هو عبارة عن 480 80 4080 bits per second ماشي وبرضه مدن هاي الحالات اللي انا بحتاجها في حالة الـ system and decoded uncoded system يعني system بس في modulation ودي modulation ما فيه اينو عند ال-coding بهاي الحالة بدي احسب probability of error في اول اشي بدنا نعرف انه عشان نحسب probability of error فعلنا اللي هو القانون اللي بدنا نستخدمه اللي هو الـ Q function عشان نحسب عليه probability of error لانه نوع الـ modulation عندي binary psk نستخدم قانون الـ Q function للـ binary psk ماشي؟ بس قبل ما نستخدم الـ Q function بدنا نحتاج الـ quantity اللي هي الـ bit energy per noise power الـ bit energy شو علاقتها بreceive energy هي عبارة عن receive power على ال-node مقسومي على الـ data rate اللي احنا شغالين عليه ماشي؟ فبهاي الحالة ايش بيصير عندي؟ اللي هو بصير 43 7 7 7 6 مقسوم على 4000 وثمان ميلي ماشي؟ الـ eb على انه ادي بتطلع عندي 9.12 9.12 ماشي هلا عشان نحسب probability of error احنا بنتحدث عن binary psk كيف نستخدم قانون الـ Q function لـ binary psk اوكي طيب قبل ما نستخدم الـ probability الـ block كامل اوكي قبل ما نحسب الـ probability الـ block كامل بدنا نحسب الـ probability اللي هو bit error اوكي اللي هو الاحتمالية انه بت الواحد انه تكون فيه error طيبنا نسميه P sub u اللي هي اللي هو هون uncoded bit اللي هي عبارة عن الـ Q function لـ 2ab 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 على النود تحت الجذر من هذا قانون probability of error probability of bit error لـ لو جاك بالامتحان بيجيك القانون تبع لو كان مثلا نوع modulation معين بيجيك القانون تبع probability of bit error نعطيك في formulas sheet ماشي فمش بحاجة تحفظه بس يعني هذا Biner Biner PSK هذا هو يعني Biner PSK هذا هو يعني Biner PSK Biner PSK Biner PSK Biner PSK فعننا هون بيطلع عندي probability of bit error هي 2 ضرب 9.12 تحت الجذر و بيطلع معنا اللي هي probability لـ 1.02 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 بدي اشوف المثلا خلينا نقول انه عندي خمسة عشر بيت هادول الخمسة عشر بيت كم احتماليه انه البلوك كامل يكون فيه ايرا بساعدنا حساب شو بدنا نعمل بدنا نقول انه خلينا قبل ما نحط البروبابلتي اف بلاك ايرا خلينا نحاط اللي هو البروبابلتي اف ايرا فري بلاك ببابلتي اف ايرا فري بلاك يعني كل البلاك ما فيه اي ايرا شو هادا الاحتماليه انه كل لو قولنا عندي هادا بلاك مثلا فيه عدد معين من البيتس اتنا نقول العدد هادا خمسة عشر بيت احتماليه انه كل البلاك هادا ما فيه ايرا هو انه ايش انه كل بيت هادا البلاك ما فيها ايرا اذا كان احتمال كل بيت انه يكون في ايرا هو عبارة عن P sub U فان احتماليه انه ما يكون انه هذا البيت ما فيه ايرا هو 1-P sub U فاحتماليه انه كل البلاك ما يكون فيه ايرا هو 1-P U raised to the power K K اللي هي اي اي طول للبلاك نقول ها مش 15K عاشي طيب هلا بعد ما طلعنا انه probability of error free block هو هادا الاشي ال probability of block error probability انه block يكون فيه ايرا انه هو بنسميها probability of M يعني message error بحالة الانكو ادد هي واحد minus 1-P sub U كل رثوع لباور K ماشي اذا هاي احتماليه انه البلاك error ماشي و هسا لو كان عندي ال-K بتساوي 11 بتصير عندي probability of message error uncoded هي عبارة عن واحد minus و هي 1- 1.02 في عشرة plus minus 5 ماشي ماشي كل مرفوع على ال-POWER 11 و هادا الرقم بساوي 1. 1-POWER 12 12-10 minus 4 ماشي 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 2-10 هدين probability of error في أي block في أي block طوله k هي عبارة عن أنه طلعناها بالشكل هاد وهون اخترنا أنه k بتساوي 11 طنع معانا probability of error في المسج أو block اللي طوله 11 bits ماشي هلأ نيجي للحل بطريقة coding أو أنه إحنا أضفنا coding للمسج تبعتين هلأ بالcoding شو اللي رح يتغير في نفتح صفحة جديدة هون شباب هلأ نبين عندكم اللوح ولا النوت نعم اللوح دكتور طيب هلأ لما سير عندي coding أضفة code اللي هي 15 11 code أضفتها على السيستم تبعي هون تتوقعوا لما أضيف الكود شو اللي رح يتغير عندي السيستم رح يتغير عندي يا شباب ال data rate data rate في الأنكوديد سيستم كانت بتساوي أربعة آلاف وثمانمائة بيت بير ساكند ماشي هذا السيستم كان عندي uncoded هلأ لما ضفنا الكودينج بيصار عندي data rate في حالة الكودينج لما نرموز برامز R sub C وهذا data rate بيساوي اللي هو كل R ضرب ال N على K تابعون الكود بيصير اللي هو ال 4800 مضروبة في إيش في ال 15 على 11 وهذا رح يعطينا اللي هي قيمة ال coding rate اللي هو 6545 6545 اللي هي bit per second ماشي هلأ كيف بدنا نحسب الباقي الأشياء اللي هي بدنا نحسب زي ما حسبنا بال uncoded system وش بدنا نحسب probability of error بال bit الواحد في حالة ال coding وهاي باستخدام ال q function to E sub C على N node ال E sub C هي energy الموجودة في coded bits أوكي بدنا نحسبها هاي ال E sub C نحسبها من هون E sub C ما شباب بتساوي أو E sub C على N node بتساوي receive power على N node مقسومة على data rate اللي بنحصله في حالة مقسومة على R C اللي هي 6,545 هون بطلع معانا اللي هي ال E C على N node بتطلع معانا ال E C على N node يا شباب بتساوي ال E C نحصل 6,69 6,69 ما شب هلا بنقوضها هون في ال Q فونكشن بصير أن ال probability of coded bits هي عبارة عن 2 في 6,69 تحت الجذر بعد اي مناخذ لها ال Q فونكشن تطلع معانا هون probability of a coded bit probability of a coded bit هي عبارة عن 1.36 1.36 times 10 minus 4 طيب هلا شو بنا نسوي نكمل بنفس الطريقة اللي تبعناها في البارت الأول طيب هلا في عنا منحسب probability of message منحسب probability of message error أو block error في حالة انه عندي الكودين هيا الحالة إيش بيصير عندي اللي هو القانون البينومية اللي تعاملنا معان مرة الماضية اللي هو N أو summation أو شي عندي summation من جي بتاوي من جي بتاوي طيب قانون العام هو من جي بتاوي واحد لعندي الـ N N فوق J في عندي اللي هو P sub C نرفض على طور J 1 minus PC نرفض على طور N minus J C ماشيب هدا القانون العام اللي إحنا قيلنا في السؤال إنه هاي الكود اللي هي عندي الكود نوع 15 11 code code ذاكر لي إنه هاي إنه هاي الكود فعلي ذاكر لي إنه هاي الكود بتصحح أي single error أوكي correct أي single error أوكي لأن هاي correct anything error لكونه هاي الكود بتصحح لany single error معناته ما ببلش عندي J بتاوي واحد لأنه J بتاوي واحد بتصحح فأنا ببلش عندي J بتاوي 2 J بتاوي 2 ال-N عندي بتاوي 15 بصير عندي اللي هي خمستاش على J أوكي في ال-PC اللي طلعناها هون اللي هي 1.36 في 10 أوس منس 4 الكل مغفوع لال J مضروب في 1 منس 1.36 في 10 أوس منس 4 مغفوع على ال-POWER اللي هي خمستاش نقص J أوكي وهذا هون بتطلع عنا تقريبا بيساوي اللي هو تقريبا هدا بساوي الفرست تير اللي هو ال-POWER الخمستاش خوقة 2 1.36 في 10 نقص 4 to the power 2 1 واحد منس اللي هي 1.36 في عشرة منس 4 هكتوى على ال 4 اللي هي إيش 13 و هادا تقريبا هادا او probability of europe تطلع عنا اللي هي 1.94 times 10 to minus 6 إذن هادا الرقم الأخير اللي مطلع عنا واحد تقريبا 1.9 عشرة أس ناقص 6 نقارنو بالرقم اللي حصلناه في حالة الأنكوديد سيستيم اللي هو كان 1.12 عشرة أس ناقص 4 فبنلاحظ إنه البلاك إيرور في حالة الأنكوديد سيستيم أكبر ولا أقل يا شباب أكبر الدكتورا نزر في حالة الأنكوديد البلاك إيرور بالنسبة للبلوك أكبر بكثير من من الProbability of Error في حالة الكوديد سيستم فإذن عندنا هونطلع انه Probability of Error في حالة الكوديد سيستم أقل من الProbability of Error في حالة الكوديد سيستم وهايه الأدبانتج اللي فعلياً قاعدين بنحصب فيها إحنا أو بنشوفها لما نضيف الكوديد على السيستم تبعي تقريباً عندي هون الProbability of Error في حالة الكوديد سيستم أحسن ثمانية وخمسين مرة من الكوديد سيستم ماشي؟ ف ماشي شباب إذن يعني الملخص اللي عملناه في هذا الإكزامبل هذا كتير كويس مهم كتير تفهموه وتحاول تحلوه على جنب بيطلعني Probability of Error في Uncoded System والCoded System وبيطلع معي إنه بيبين معي إنه في حالة الكوديد سيستم إنه Probability of Error كتير أحسن من Uncoded System طيب هذا إذا كان بالنسبة إلى تعرفنا بالSections اللي مرت عن Single Parity Check Code والRectangular Code هل رح نيجي نتحدث عن صنف الأعام اللي هو Linear Black Codes اللي هم يعني جزء من Structured Sequences والLinear Black Codes هم برضو عبارة عن نوع من أنواع الParity Check Code لأنه في عندي يعني بعبر عن Linear Black Code بدلالة الNK Notation فالK بتمثلي number of data bits في الData Sequence والN هي بتمثلي number of code word bits والN دائما أكبر عن الK طيب النوتاشن العام إذاً للLinear Black Codes هي إنه بكون عندي على الInput هي في عندي المسج بكتور اللي هو فيه K digits أو فيه K bits وعندي على الOutput للLinear Black Codes عندي كود بكتور فيه N digits أو N bits طيب هلأ فيه إشي جديد له مصطلح جديد نتعرف عليه أنه في المتقل أنه مبقول مثلاً عندي سيقونس فيها K digits فأنات إلى مسمى ثاني هو إنه اسمه K طقل فالسيقونس اللي فيها K bits بنسميها K طقل والسيقونس اللي فيها N digits بنسميها N طقل ماشي فإذا عندي سيقونس مثلاً فيها خمسة bits فبقدر أسميها 5 طقل ماشي إذاً عندي إذا هاي السيقونس مثلاً موجودة عندي فيها خمسة bits أو خمسة digits أقدر أسميها بدل ما أقول A sequence having 5 bits أقدر أسميها 5 طقل فهيك السامع يفترض أنه يعرف أنه 5 طقل هي عبارة عن سيقونس فيها 5 digits أو خمسة أو خمسة أو خمسة أو خمسة اللينيار بلاك كود إنه البلاك كود هي عبارة عن بتمثل لي one to one assignment شو يعني one to one assignment؟ يعني لو كنا بيتحدث مثلا عن خاني شوي بالله نروح على البر then one to one assignment البلاك كود بتمثل لي بتحكيم The presence a one to one assignment شو يعني one to one assignment؟ كي نفترض ما أنا عندي مثلا قيمة ال-K بالنسبة لل-data ال-K مثلا بتساوي 2 وال-N عندي بتساوي 4 مثلا اللي همه number of bits بالcodeware فإذا كان عندي ال-K بتساوي 2 فعندي الاحتمالات أو how many sequences do I have data sequences data sequences I have 4 sequences ماشي لو فرضنا إنه sequence 7-00 بقابل إلها code word مثلا 0000 مثلا 0000 هذا الإشي ال-10 بقابلها مثلا هذا الإشي وال-11 بقابلها مثلا ال-all-ones sequence هلا شو يعني want one assignment يا شباب اللي هي زي واقتران الآن تذكروا بالمدرسة كنا ناخذ الاقتران واحد لواحد إنه مثلا إذا أخذت sequence إذا أخذت sequence مثلا 1-0 أعطتني code word 1-1-0-0 فمفروض إنه إذا أنا رجعت بجوع أخذت code word 1-1-0-0 يرجع لي على نفس sequence 1-0 فمش مفروض إنه يرجع لي على أي sequence أخرى فهون عنا ال-one-to-one assignment اللي هو نفس مبدأ اقتران الواحد لواحد طيب وعندي في ال-block code في ال-linear block code عندي ال-number of bits في ال-data هم k ففي عندي 2 to the power k message sequences أو بنسميهم ال-k tuples فهدول ال-k tuples لما بعمنهم coding يعملوا assignment ل2 to the k n tuples ماشي يعني زي اللي هو المثال اللي وضحنا إنه عندي هون ال-k كان بتساوي اثنين ففي عندي 2 to the power 2 اللي هو بيساوي أربعة عندي أربعة two tuples عندي يعني أربعة sequences كل واحدة فيها two bits نعملينهم mapping لأربعة untuples اللي هم أربعة tuples أوكي فالنمبر of sequences هون في حالة data وفي حالة code words النمبر of sequences بظل نفسهم بس اللي بيختلفوا عدد ال-bits بتكون two tuples بتصير عندي أربعة تقلز أوكي طيب قبل ما نكمل مع linear block codes خلينا نيجي لموضوع اللي هو vector space ماشي ونعرض الشيء عن vector space طيب vector space كم sequence يا شباب أنا بقدر أساوي باستخدام اللي هو number of bits بساوي عشرة كم sequence أنا ممكن أحصل آي شباب ميني جاوبني كم sequence أنا بقدر أحصل ميني تبرع جاوب سامعيني يا شباب آه دكتور صامعيني طيب إذا كان عندي sequence إذا كان عندي sequence فيها n bits أو فيها عشرة bits ماشي فكم كم احتمال سامعيني كم سامعيني أنا ممكن أحصل من هاي العشرة bits 1024 بالضبط اللي هي 2 to the power n مزبوط اللي هو 2 to the power عشرة واللي هي 1024 sequence I can get 1024 sequences كل سيقوانس كم بقد فيها يا شباب فيها عشرة bits I can get 1024 ايش بسميهم 10 topples sequences نفسهم 10 topples okay ف كل السيقوانس اللي أنا بحصلهم في إن بتساوي عشرة هم 1024 ف بنسمي 1024 sequences هدول بنسميهم vector space vector space للآن بتساوي عشرة vector space V بنرمز بالرمز V sub 10 okay over the binary field طيب طيب إذا كانت عندي أي قيم الن فإنو 2 to n sequences لأنا بحصلهم 2 to n un topples هدول بسميهم vector space V sub n okay طيب هلأ إذا مثلا خلينا نرجع لمثال الان بتساوي 10 الان بتساوي 10 عفوا من 1024 sequences لو أخذت مثلا 10 sequences بس 10 sequences من vector space هدول 10 sequences بسميهم subset من vector space subset of V sub n V sub 10 إذا أخذت جزء من هاي sequences ومش كل sequences أكون أنا أخذت مجموعة فرعية بسميها subset أو subspace طيب هلأ subspace أو subset هدول مش أي مجموعة باخذها عشوائية بتمثلي subspace لازم يكون في عندي هناك شروط للمجموعة اللي باخذها عشان أسميها subspace أوكي شروط subspace في عندي شرطين خلينا نرجع على notes نشوفهم subspace عشان أسميه subspace لازم يكون عندي يحقق شرطين الشرط الأول إنه الزيروز فيكتور لازم يكون عندي في subspace إذن إذا subspace رمز تله بالرمز S فهو جزء من الفكتور space جزء من V sub N عشان أسميه subspace لازم الزيروز فيكتور يكون موجود في S وأيضا sum of any two فيكتور في S should also be in S يعني بسميه هاي الكلوجر property خلينا نبينها أو نفهم هذا المفهوم بالإجزامل هلا إذا بدي أشوف أطلع فيكتور space اللي هو V sub 4 على شو بيكون عندي كم سيكون بيكون عندي موجود يا شباب في في سيكون V sub 4 كم سيكون 4 4 لا 4 هي عدد البيتس في السيكونس الوحدة فالنمبر of 16 16 سيكونس بالضبط إذن هذول 16 سيكونس اللي إحنا حاطينهم هم بكل السيكونس اللي أنا ممكن أحصلهم في number of bits 4 فبسميهم vector space لأنهم فيهم 16 سيكونس كلهم طيب هلا إذا أخذت مجموعة من هاي من هذا سيكونس مجموعة هاي فيها أربع سيكونس هذول هل هذول الأربع سيكونس بقدر أسميهم sub space ولا لا عشان نفحص هذا الشيء شو بدنا نسوي بدنا نفحص الشرطين اللي موجودين هون الشرط الأول بيقولي إنه all zeros بيكتور لازم يكون موجود في sub space فخلينا نشوف عندي هاي السيكونس اللي هي all zero سيكونس موجودة معناته حققنا الشرط الأول لإنه نقول عن هاي sub يعني sub group نسميها sub space هاي all zero sequence موجودة الشرط الثاني اللي هو بيقولي إنه closure property شو يعني closure property إنه مجموع أي two sequences في هاي المجموع ال sub set لازم يكون بنفس المجموعة المجموع اللي هو X or فلنسو X or بين هذول two sequences شو بيساوي X or 1 1 1 1 فهاي موجودة هيا معناته يعني تحققت بعدين خلينا ناخذ هاذ مع هاذ اللي هو إيش بطلع عندي X or اللي هي بتطلع 1 0 اللي هي sequence هاي ماشي بعدين ناخذ هاي مع هاي بتطلع معي هاي sequence برضو واي sequence منهم مع all 0 sequence برضو تطلع نفس sequence بكلوجر property متحققة فهي نلخص اللي لازم مجموع أي two sequences في subset يكون موجود في sequence نفسها بالتالي هاي subset حققت لي الشرط الأول اللي هو all zero sequence موجودة والشرط الثاني اللي هو closure property فهاي بنسميها المجموعة بنسميها subspace من victor space في sub4 وهاي subspace خلينا نوقف هون يا شباب خلينا أخذ الحضور بالمم خليني أسجل الحضور طيب يا شباب هيك بنكون أنهينا و نشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاي سلام عليكم شباب 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 اشتركوا في القناة